اشتركوا في القناة اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلا زلنا نقرأ في الجواب الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عنون له العلماء بالاقتصاد في الأعمال وتقدم معنا في اللقاءين السابقين أن هذا جواب عن سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل اشتغل بالعبادة حتى أثرت على نفسه وعقله وبدنه وهو يقول إنه لا يستطيع أن يترك العبادة لأنه نذر أنه لا يتركها ولأنه يحصل له أنوار وراحة نفسية إذا قام بهذه العبادات التي نذر أنه لا يفارقها فيخاف أنه إذا ترك هذه العبادات أن يذهب النور الذي يجده وعرفنا فيما تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى هذا الجواب على أصلين الأصل الأول هو أن الشريعة المأمورة بها التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم مبنية على الاقتصاد في العبادة وقد قرر هذا الأصل ووضحه أيما إيضاح وسبق الكلام عليه في اللقاءين السابقين ووقفنا عند الأصل الثاني الذي بنى ابن تيمية رحمه الله هذا الجواب عليه وهذا الأصل هو ما ذكره في قوله وأما الأصل الثاني وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره فالأصل فيه ما أخرج في الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فإذا كان المندور الذي عاهد الله يتضمن ضررا غير مباح يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هذا معصية لا يجب الوفاء به بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر ثم تنازع العلماء هل عليه كفارة يمين على قولين أظهره ما أن عليه كفارة يمين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين وقال النذر حلفه وفي السنن عنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وقد ذكرنا سبب نزول الآية هذا هو الأصل الثاني الذي ذكره رحمه الله وهو أن الإنسان إذا نذر شيئا ما حكمه وقبل التعليق على ما قرره رحمه الله فلا بد من بيان معنى أن نذر وأن نذر عند العلماء معناه أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لله سبحانه وتعالى غير واجب عليه أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لله سبحانه وتعالى ليس واجبا عليه والأصل في النذر الكراهة وهذا هو حكمه العام وذلك لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وهذا يشمل الخير الدنيوي والخير الأخروي والنذر له حالان الحال الأولى أن يكون نذر طاعة والحال الثاني أن يكون نذر معصية فإن كان نذر طاعة فإنه يجب على الناذر أن يفي به يجب عليه الوفاء به وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به باتفاق أهل العلم وقد حكى هذا الاتفاق لابن قدامة رحمه الله وهو أن من نذر معصية لا يجوز له أن يفي بنذره لكن هل تجب عليه كفارة يمين بهذا النذر أو أنه لا تجب عليه الكفارة وقع في هذا خلاف بين العلماء على قولين القول الأول أن من نذر معصية فإنه تجب عليه الكفارة ونحن قد عرفنا أنه لا يجوز له أن يفي بندره باتفاق لكن تجب عليه الكفارة وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله وذكر أنه أظهر قولي أهل العلم واستدل على ذلك بأربعة أدلة سيأتي التعليق عليها إن شاء الله والقول الثاني أن نذر المعصية لا يجب فيه كفارة وإنما يجب فيه التوبة وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وسيأتي ذكر دليلهم بعد قليل إن شاء الله وذكر الجواب عنه إذا تقرر هذا فما هو ضابط نذر المعصية والجواب على ذلك أن ضابط نذر المعصية هو نذر شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو نذر شيء يكون وسيلة إلى ترك واجب أو فعل محرم فالأول يكون منهيا عنه لذاته والثاني يكون منهيا عنه لكونه وسيلة إلى معصية منهي عنه لغيره لأنه وسيلة إلى ترك واجب أو فعل محرم إذا تقرر هذا واتضحت لنا هذه المقدمة فلنعد إلى كلام ابن تيمية رحمه الله قال وأما الأصل الثاني وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك يعني إذا عاهد الله على صيام يوم وفطر يوم لأن الرجل المسؤول عنه في السؤال السابق نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما فيقول إذا عاهد الله على ذلك يعني على صيام يوم وفطر يوم ونذره فالأصل فيه يعني الدليل عليه ما أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فهذا الحديث يدل على أن من نذر طاعة يجب عليه الوفاء بذلك وإذا لم يفعل فإنه يكون آثما ومستحقا للعقاب وهذا يستفاد من قوله في الحديث فليطعه فإنه أمر لأنه فعل مضارع مقترن بلام الأمر والقاعدة المشهورة عند العلماء أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب فيدل هذا على وجوب الطاعة لمن نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى كمن نذر أن يصلي أو أن يتصدق أو أن يحج أو أن يذبح شاتا ونحو ذلك أن يذبح شاتا لتقربا إلى الله عز وجل ونحو ذلك وقوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه هذا يدل على أن من نذر معصية يحرم عليه الوفاء بالنذر وذلك لقوله فلا يعصه فهذا نهي والقاعدة المشهورة عند العلماء أيضا أن النهي المطلق يقتضي التحريم فمن نذر أن يقتل شخصا أو أن يطوف بقبر أو نحو ذلك مما نهي عنه فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا فيما تقدم أن هذا محل إجماع بين أهل العلم وهو أن من نذر معصية لا يجوز له أن يفي بذلك قال رحمه الله فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يعني عاهد الله عليه يتضمن ضررا غير مباح يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هذا معصية لا يجب الوفاء به هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله قرر فيه أمرين الأمر الأول أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به وقوله لا يجب الوفاء به مقصوده لا يجوز الوفاء به والأمر الثاني الذي قرره هو ضابط النذر الذي يكون معصية وذلك في قوله فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضررا غير مباح ثم فسر الضرر الذي ليس مباحا بأنه ما يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم فعرفنا من هذا أن نذر المعصية هو ما ورد النهي عنه هو نذر شيء ورد النهي عنه أو نذر شيء يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم ومن ذلك الضرر الذي يحصل للعبد بحيث يترتب عليه أنه يترك ما أوجبه الله عليه أو يفعل ما حرمه الله عليه كمن نذر أن يقوم الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وكان يترتب على ذلك أن يترك الواجبات الشرعية أو أن يترك الحقوق التي أوجبها الله عليه كحقوق الأهل ونحوهم فإن هذا النذر يكون معصية لأنه يؤدي إلى ترك واجب وكذا لو كان النذر يترتب عليه لفعل لمعصية فإنه يكون حراما فقوله فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يعني عاهد الله عليه يتضمن ضررا غير مباح ثم فسر الضرر الذي ليس مباح بأنه يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هذا معصية هذا جواب الشرق كان هذا معصية لا يجب الوفاء به وقوله ضررا غير مباح يفهم منه أن الضرر نوعان ضرر مباح وهو الضرر المعتاد وضرر غير مباح وهو الضرر الذي يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم فالضرر المباح قلنا هو الضرر المعتاد كالضرر الذي يحصل للإنسان بالسفر إلى الحج فإن هذا ضرر معتاد يسميه العلماء بالمشقة المعتادة وكالضرر الذي يحصل للإنسان بالاستيقاظ للصلاة فإن هذه مشقة معتادة وكما لو احتاج إنسان إلى شراء ماء حتى يتوضأ به وكان ثمنه زائدا زيادة معتادة فهذا ضرر مباح لأن الزيادة هنا معتادة أما الضرر القسم الثاني الضرر الذي ليس مباحا فضابطه ما ذكره رحمه الله وهو ما يؤدي إلى ترك واجب أو فعل لمحرم ومن من الضرر الذي ليس مباحا المشقة الزائدة عن المعتاد ولهذا تقدم معنا في اللقاءين السابقين أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل نفسه في مشقة زائدة عن المعتاد لأن إدخال المكلف نفسه في المشاق ليس مقصودا للشارع الكريم ثم قال رحمه الله بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر لما ذكر نذر المحرم ذكر نذر المكروه فلما ذكر أن المحرم لا يفي به الناذر ذكر أن المكروه أيضا لا يجب الوفاء به بل نص العلماء على أن المستحب أن الناذر لا يفي بنذره إذا نذر شيئا مكروها وأنه يكفر أن المستحب له إذا نذر مكروها أنه لا يفي بما نذره ويستحب له أن يكفر عنه فإن وفاء بنذره للمكروه فليس عليه شيء ولا تجب عليه كفارة لكن المستحب أنه لا يفي بالنذر وأنه يكفر عن ذلك ومقصوده بقيام الليل كله وصيام النهار كله إذا لم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم أما إن كان ذلك يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم فإن النذر هنا لا يكون مكروها وإنما يكون محرما ثم قال رحمه الله ثم تنازع العلماء هل عليه كفارة يمين يعني هل على من نذر نذر معصية كفارة يمين وليس مقصوده هنا من نذر مكروها مقصوده هنا من نذر نذر معصية اختلف العلماء هل عليه كفارة يمين قال على قولين أظهرهما أن عليه كفارة يمين وهذان القولان كما تقدم معنا القول الأول وهو الذي يتكلم عليه هنا أنه يجب عليه الكفارة وقد عرفنا أنه مذهب الحنابلة وهو الذي استظهره ابن تيمية رحمه الله فقال أظهرهما وذكر على ذلك لأربعة أدلة الدليل الأول ذكره في قوله لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة يمين وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ووجه الاستدلال به على أن من نذر نذر معصية تجب عليه كفارة يمين لأن قوله النذر لفظ عام لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم نذر الطاعة ونذر المعصية فقوله النذر يشمل نذر الطاعة ونذر المعصية فيدل على أن من نذر لطاعة ولم يفعل فإنه يجب عليه كفارة يمين ومن نذر معصية فإنه يجب عليه كفارة يمين هذا الدليل الأول الدليل الثاني ذكره في قوله وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة قوله النذر حلفة لذكره ابن تيمية رحمه الله في كتبه مرارا وأحيانا يذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هنا كما ذكر هنا وفي مواضع أخرى أيضا وأحيانا يذكره موقوفا على عقبة ابن عامر رضي الله عنه ووجه جعل النذر حلفة قوله النذر حلفة يعني النذر يمين وجه جعل النذر حلفة لأن النذر أيضا هنا لفظ عام يشمل نذر الطاعة ونذر المعصية وما دام أنه حلف أي يمين فإن المكلف إذا لم يأتي به يجب عليه كفارة اليمين وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين وهو بمعنى اللفظ الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله الدليل الثالث ذكره في قوله وفي السنن عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وهذا الحديث رواته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن كما ذكر رحمه الله وأيضا رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا الحديث صريح في أن من نذر معصية وجب عليه كفارة يمين وذلك لقوله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فهذا الحديث صريح في أن من نذر معصية فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين الدليل الرابع ما ذكره في قوله وقد ذكرنا سبب نزول الآية وهو هنا يشير إلى ما تقدم في كلامه السابق عند كلامه على الأصل الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال رحمه الله في ذلك الموضع فإنها نزلت في أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة هذا يسرد الصوم وهذا يقوم الليل كله وهذا يجتنب أكل اللحم وهذا يجتنب النساء فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات من أكل اللحم والنساء وعن الاعتداء وذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية كفارة آية كفارة اليمين فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآية فالله سبحانه وتعالى شرع الكفارة على اليمين التي فيها مؤاخذة فدل ذلك على أن من حلف يمينا في شيء منهي عنه فإنه يجب عليه الكفارة فكذلك من نذر نذرا في شيء منهي عنه أو نذرا يتعلق بشيء منهي عنه فإنه يجب عليه كفارة اليمين يقول وقد ذكرنا سبب نزول الآية وسبب نزول الآية يوضح المعنى ويبين المراد بها ولهذا قال رحمه الله عبارة في مقدمة أصول التفسير وهي المقدمة الشهيرة التي صنفها رحمه الله في أصول التفسير قال العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب بمعنى أننا إذا عرفنا سبب نزول الآية فإن ذلك يعيننا على فهم الآية والإدراك معناها فقوله وقد ذكرنا سبب نزول الآية يعني أن سبب نزول الآية هو أن الصحابة رضي الله عنهم نذروا أشياء منهيا عنها فنهاهم الله عن ذلك وأخبر لأنه يجب عليهم الكفارة هذه أربعة أدلة استدل بها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا القول وسيأتي تطبيق ذلك على حال الرجل المسؤول عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى قال ومثل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا فقال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستطل ولا يتكلم وأن يصوم فقال مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه ونهاه عن فعل غير المشروع قوله مثل ذلك يعني مثل ما تقدم في الأحاديث السابقة ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا فقال هذا أبو إسرائيل قال الصحابة هذا أبو إسرائيل وهذا من باب التشنيع لفعله رضي الله عنه لأن فعله يشبه حال بني إسرائيل لأن بني إسرائيل كانوا يغلون في العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فهو يشبههم في ذلك لنذر أن يقوم ولا يستضل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صوم فلما نذر عبادة ليست مشروعة من الصمت والقيام والتضحية المقصود بالتضحية البروز للشمس ومنه قوله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى يعني لا تمسك شمس الضحى وهذا الحديث الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله يدل على أن من نذر شيئا ليس مشروعا فإنه لا يجب عليه أن يفي به ولهذا لما نذر الرجل أنه يقوم وأنه لا يستطل وأنه لا يتكلم لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به لأن ذلك لا أمر ليس مشروعا وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن من نذر شيئا منهيا عنه فإنه لا تجب عليه الكفارة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل في هذا الحديث بالكفارة إذا ترك ما نذر ما نذره من القيام وعدم الاستضلال وعدم الكلام فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تجب عليه الكفارة فدل ذلك على أن الكفارة ليست واجبة عليه ولو كانت واجبة عليه لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المقام مقام بيان والقاعدة أن السكوت في مقام البيان بيان فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان وجوب الكفارة على هذا الرجل قال الجمهور الفقهاء لا تجب الكفارة على من نذر شيئا منهيا عنه لكن أصحاب القول الأول يجيبون على هذا بأن عدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا اكتفى بالبيان في النصوص السابقة التي دلت على وجوب الكفارة على من نذر معصية والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بيّن مرة فقد بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا يلزمه البيان في كل مرة فإذا بيّن للناس مرة واحدة فإن هذا يكفي وعدم الذكر للكفارة ليس ذكرا للعدم عدم ذكر الكفارة ليس ذكرا لعدمها وبناء على هذا فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استظهر ما ذهب له أصحاب القول الأول من أن الكفارة واجبة على من نذر معصية وقد أخذ العلماء من هذا الحديث لا أصلا وهو إبطال ما ليس له أصل في العبادات وإبقاء ما له أصل إبطال ما لا أصل له في العبادات وإبقاء ما له أصل ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبطل ما ليس له أصل في التعبد وهو القيام فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالقيام على الوجه الذي فعله الرجل فلا يكون عبادة وأبطل ترك الاستظلال وأبطل السكوت أبطل نذر السكوت وعدم الكلام وأبقى ما له أصل وهو الصيام فقال وليتم صومه ففي التي قبلها قال فليتكلم وليستظل وليقعد فأبطل نذر القيام ونذر ترك الاستظلال بالشمس ونذر ترك الكلام لأن هذه لا أصل لها في العبادات وأبقى ما له أصل وهو الصيام فقال وليتم صومه ولهذا وأوضح ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل فقال نقول وفي هذا أوضح ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل فقال فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه ونهاه عن فعل غير المشروع وغير المشروع هو التعبد لله بالقيام على الوجه الذي فعله للرجل والتعبد له بعدم الاستضلال وبعدم الكلام وقوله نهاه عن فعل غير المشروع لأين النهي في قوله فليتكلم وليستضل وليقعد فإن هذه أوامر والجواب أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فقوله فليتكلم هذا فيه نهي عن عدم الكلام وقوله وليستضل هذا فيه نهي عن ضده وهو ترك الاستضلال وقوله وليقعد هذا فيه نهي عن ضده عن ضد القعود وهو القيام والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فليتكلم فأمر بالكلام وهذا يتضمن كما عرفنا النهي عن الصمت ومع هذا فإن طائفة من العباد ذهبوا إلى أنه يستحب الصمت مطلقا حتى عن الواجبات والمستحبات وهذا لا الظلال وقد ناقشه ابن تيمي رحمه الله في جامع المسائل في الكتاب المطبوع باسم جامع المسائل وبين أن هذا لا الظلال لأنه لا يجوز السكوت عن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أيضا التعبد بالسكوت عن المسنون وذكر رحمه الله في الاختيارات الفقهية أن التحقيق في الصمت أن له ثلاث حالات الحال الأولى يكون الصمت حراما والحال الثانية يكون واجبا والحال الثالث يكون مستحبا فأما الحال الأولى وهي أن يكون الصمت حراما فذاك إذا كان الصمت عن شيء واجب فإنه يكون حراما لأنه وسيلة إلى ترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا كان الصمت تعبدا لله سبحانه وتعالى بترك شيء مستحب إذا ترك شيئا مستحبا على وجه التعبد فهاتان صورتان للصمت الحرام الصورة الأولى إذا كان عن واجب والصورة الثانية إذا كان تعبدا بالسكوت عن كلام مستحب الحال الثانية الصمت الواجب وهو الصمت عن الحرام فإن فإن المسلم يجب عليه أن يسكت عما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه الصورة الثالثة الصمت عن الحال الثالثة أن يكون الصمت مستحبا وهو الصمت عن فضول الكلام فيستحب للإنسان أن يصمت عن الكلام الذي لا حاجة له ولهذا الفقهاء يذكرون في آخر باب الاعتكاف أنه يستحب للمعتكف أن يترك فضول الكلام وهذا ليس خاصا بالمعتكف بل يكون في جميع الأحوال وبهذا يكون ثم قال رحمه الله وأما إذا عجز عن فعل المنذور أو كان عليه فيه مشقة فهنا يكفر ويأتي ببدل المنذور كما في حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج جماشية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب والتهدي وروي والتصم وهذا الكلام قرر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صورتين الصورة الأولى أن من عجز عن فعل المنذور عجزا حسيا أو عجزا شرعيا فإنه يأتي ببدله إن كان له بدل وتجب وتجب عليه الكفارة وإن لم يكن له بدل فإنه يأتي بالكفارة فمن عجز عن فعل المنذور عجزا حسيا أو عجزا شرعيا فإنه يكفر ويأتي ببدل المنذور فأصيب بالشلل أو كان عليه مشقة زائدة عن المعتاد كما لو كان مكانه بعيدا فإنه حينئذ تجب عليه الكفارة ويأتي ببدل المشي وهو الركوب بأن يركب على راحلة أو على سيارة أو على طيارة أو نحو ذلك فهذه كلها أبدال عن المشي ومثال العجز الشرعي لو أن إنسانا نذر صيام يوم العيد فإنه لا يجوز له أن يصوم لأن هذا معصية وتجب عليه الكفارة يجب عليه أن يكفر على أظهر القولين كما تقدم ويأتي ببدله وهو الصيام في يوم آخر غير يوم العيد هذه هي الصورة الأولى الصورة الثانية إذا كان المنذور فيه مشقة زائدة عن المعتاد فإنه حينئذ يكفر ويأتي ببدل المنذور عليه المنذور به كما لو نذر إنسان أن يقوم الليل كله وكان عليه في ذلك مشقة زائدة عن المعتاد فإنه فإنه حينئذ يجب عليه لأن يكفر وكما لو نذر أن يصوم لأ الدهر فإنه يجب عليه لأن يكفر واستدل رحمه الله وقد ذكر هاتين الصورتين في قوله وأما إذا عجز عن فعل المندور والمقصود بالمندور هنا المندور الواجب إذا عجز عنه حسا أو المندور الذي هو معصيه لأنه معجوز عنه شرعا وهذه هي الصورة الأولى صورة العجز ثم ذكر الصورة الثانية في قوله أو كان عليه فيه مشقة والمقصود بالمشقة هنا المشقة التي ليست معتادة أما المشقة المعتادة فهذه لا تسقط الوجوب فمقصوده بالمشقة هنا المشقة الزائدة عن المعتاد فهنا قال فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المندور ثم ذكر الدليل على هاتين الصورتين فقال كما في حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب والتهدي وروي والتصم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن أخته وهي أم حبان بنت عامر رضي الله عنها لما نذرت أن تحج ماشية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب أختك الحديث فهذا الحديث دل على أن النذر إذا اشتمل على عباده وعلى أمر مباح فكل واحد منهما له حكمه فالعبادة لها حكمها والأمر المباح له حكمه ووجه ذلك أن أخت عقبة ابن عامر رضي الله عنها نذرت أن تحج ماشية فالحج عباده والمشي الأصل فيه الإباحة فنذرت الحج والحج عباده فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج والمشي الأصل فيه لأنه مباح فأمرها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ببدله فقال فلتركب والركوب بدل عن المشي وأمرها بالكفارة فقال والتهدي وروي والتصم والكفارة والكفارة هي ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه الخصال على التخير فمن عجز فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام ولا يجوز له أن يصوم إلا إذا عجز عن الخصال الثلاث ولهذا العلماء يذكرون أن كفارة اليمين فيها تخير وفيها ترتيب ففيها تخير بين الخصال الثلاث الأولى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لأن الله قال أو يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما فيه أو في القرآن فهو على التخير قال فمن لم يجد فصيام فكفارة وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير لرقبة ثم أوجب الصيام على من عجز عن هذه الخصال الثلاث فدل ذلك على أن من نذر شيئا مباحا وشيئا واجبا فالواجب له حكمه والمباح له حكمه وقوله والتهدي هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الهدي والمقصود به الذبح وقد قد يقال لماذا أمرها بالهدي لماذا عين الذبح مع أن أنه في الآية جاء على التخير والجواب على ذلك أنه ربما عينه عليها لأنها كانت قادرة عليه دون الخصلتين الأخرين لأنها كانت عاجزة عن الخصال الثلاث فلهذا علم أن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حالها أمرها أو شرع لها الحكم المناسب لها أمرها بالحكم المناسب لها ولما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على الأصل الثاني بدأ يطبق ما تقدم ذكره في الأصل الأول وفي الأصل الثاني على حال الرجل المسؤول عنه فقال فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر وقد أضر ذلك بعقله وبدنه عليه أن يفطر إلى آخره وسوف نتكلم لإنشاء الله تعالى على ذلك في اللقاء القادم أسأل الله عز وجل لي وللجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين